نبدأ أخبارنا من الداخل المحلي ومن خبر اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشدلي رئيس هيئة شؤون المالية للقوات المسلحة والمقدم طيار بهاء الدين غنام السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قال ان الرئيس وجه باهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الاداء والتنفيذ لمشروع مستقبل مصر وتوفير كافة عوامل النجاح ليه وكمان الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ليصبح هذا المشروع العملاق قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الانتاج الزراعي والغذاء واستصلاح الاراضي ويساهم في استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزيادة نسبة الاراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة كذا توفير المزيد من فرص العمل ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الاجيال الحالية والقادمة